أساس حياة الغفران اللي أنا أعيشها لأغفر للآخرين وأتصالح معهم هو غفران الله لي لو أنا أدركت أن إثمي مغفور وأنا إسمي الأول بالثاء والتاني بالسين إثمي مغفور وإسمي مكتوب في سفر الحياة ساعتها أستطيع أن أغفر للآخرين ومغفرة للآخرين لا يعني أن أنا أنسى وحط تحت السجادة لو في عندي غضب أو شكاية لا لابد أنه بكل محبة وقفتها الغفران للآخرين بالنسبة للمضطهدين لو عند واحد اجتاز في تجارب مريرة لابد أن يغفر لكل من يسيء إليه حتى دون مش مؤمنين اغفر لكل من يسيء إليه أحنا في إمكانياتنا ما نقدرش لكن هو الرب وحده عشكا لما أطلب الرب من كل قلبي أجده وهو اللي يعطيني القدرة على الغفران وهو اللي هيتمم المصالحة طالما أنا تصالحت معه فأنا أستطيع بكل سهول أن أتصالح مع الآخرين ومع المجتمع ومع الثقافة ومع كل من حوله اشتركوا في القناة